موسيقى مساء الخير أصدقائي العزاء أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع كيف ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية وقبل ما أبدأ في الموضوع أحب أذكركم بدعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجديدة وعمل لايك على الفيديو إن أعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومشابه ويمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفعك كثير من الناس اتكلمت على الحرب الأوكرانية هي بقى لها بتحوالي دلوقتي دخلها في شهرات سابع وأنا تكلمت عنها في بدايتها عن تعلق العرب أو حبه من شخصية بوتن يعني لماذا يعشق العرب والمسلمون بوتن فلاديمير بوتن يعني هتجدوه في القناة من قديم شوية من 14 ولا حاجة من بداية القناة لكن احنا النهاردة يعني هنتكلم عن الخلاصة لان في ناس كثيرة تكلمت في المواضيع التفاصيل وقوة روسيا وقوة اوكرانيا وامريكا وموقفها يعني اكيد انتم سمعتوا كثير من الاشياء لا انا هتكلم النهاردة عن سؤال يعني لو انتهت هذه الحرب وقوة اكيد هتنتهي كل شيء لي نهائي كيف ستنتهي هذه الحرب الروسية الاوكرانية فخلينا نتكلم اولا عشان نغطي الموضوع بصورة ايه منظمة وانا محب ان انا بقى يعني منظم في كلامي يعني اسباب الحرب الروسية الاوكرانية من وجهة النظر الروسية تمام يعني ايه وجهة نظر روسيا في شنها هذه الحرب اول حاجة الخوف من انضمام اوكرانيا للناتو تمام الخوف من انضمام اوكرانيا للناتو يعني روسيا كانت خائفة من انضمام اوكرانيا للناتو خاصة هو كان في تطمينات امريكية واوروبية ان هي لن تنضم للناتو لكن هو يعني كرجل محترف بوتين يعني رئيس محترف انت فاهم لا يقبل الا بالايه بالاتفاقات المكتوبة فقال لك لا يا جماعة الكلام البوء ايه 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 ماينفعنيش انا عايز كلام مكتوب يعني اه الاوكرانيين مثلا حطوا مادة في الدستور ان اوكرانيا مثلا محيدة ولا انت انضم لايه لحلف الناتو حاجة حاجة يعني ملزمة اه مش فقط للنظام الحالي لا ده الانظمة المستقبلية او الرؤساء المستقبليين اه في اوكرانيا تمام وهو اه ما لم يتحقق تمام اه تاني سبب من وجهة النظر الروسية اه هي السهل الاوروبا العظيم اللي موجود في اوكرانيا وبولندا في حاجة منطقة اللي هي بتاعت اوكرانيا وبولندا في حاجة اسمها السهل الاوروبا العظيم وده اكبر سهل اه في قارة اوروبا وهي ارض منبسطة اند خبالك اه يعني مستحيل تأمنها لان هي ارض منبسطة تمام اه اودية اه وهذه الاودية اه هي الثغرة الوحيدة على الحدود اه الدولة الروسية وكل الغزاء الذين حاولوا غزو روسيا جاءوا من هذا الطريق من اول نابليون بونابرد اه لغاية اه هتلر والنازية جيش الالماني النازي فيعني هذا المكان يعتبر نقطة ضعف روسيا الرئيسية لان هي ايه يعني ده لو توحصينا لما بتحميها حدود ايه اه طبعية جاية اه جبال مثلا يعني منطقة دي لو كانت جبال كويسة بالنسبة لروسيا تمام لو منطقة دي كان بحر انت فاهم لكن ارض سهلية منبسطة فيعني ده بتندفع فيها زي السكينة في الجبنة تمام وسهل العبور منها فعشان كده هذه المنطقة كانت دائما معبر لكل لكل من حاول غزو ايه روسيا تمام فالسهل لأوروبا العظيم اللي فيه اوكرانيا وبولندا بولندا خلاص بقت ضمن الناتو لو اوكرانيا كمان انضمت للناتو او بقت دولة يعني حليفة للناتو او معادية لروسيا ده خطر عظيم يعني معنى ذلك ان اي احد يستطيع ان يأخذ هذا الطريق مرة اخرى اللي هو السهل لأوروبا العظيم اللي بيمتد في اوكرانيا وبولندا لياخذوا ايه لياخذوا روسيا وهذا امر ذي المقبول ايه جيو استراتيجيا تمام يعني هذه مشكلة كبرى تمام السبب التالت من اسباب الحرب من وجهة النظر الروسية عدم رغبة روسيا في وجود نظام ديمقراطي على النمط الغربي حليف لامريكا على حدوده يعني روسيا مش عايزة دولة ديمقراطية حتى لو سيبك من موضوع الناتو والتهديد وسهل لأوروبا العظيم وسهل لأوروبا التخين هي مش عايزة دولة ديمقراطية بالنمط الغربي انت فاهم اتت عن طريق الثورات الملولة انت فاهم اللي هي الثورات البرتقالية وحليف لامريكا وحليف للغرب يكون على حدوده لان ده ممكن ينقل اله العدوى هو كده كده في قطاع كبير من الشعب الروسي متذمر من بوتين ومتذمر من الطريقة التي تدار بها البلاد ويرون ان روسيا يعني تستطيع ان تكون اغدى من ذلك وافضل من ذلك لو لا العصابة الفسدة التي تحكمها بالقناة بوتين ورجال اعمال الروس لكنهم يعني يخافونها من بوتين ان بوتين بطاش وابن دين كلب ومسيطر على الروسيا من قبضها من حديد فهم يخافون فهو يخاف بقى ان الدولة الديمقراطية لعن نمط الغربي اللي هي تبقى جنبه اللي هي اوكرانيا دي تعدي تنقل العدوى المين للشعب الروسي خاصة الاتنين من نفس العرق السلافي تمام واصل الروس اصلا من من اوكرانيا لان اول دولة للعرق للصقالبة اللي هما الروسي يعني تمام كان اسمها روس كيف تمام كانت في ايه ملين كيف الاوكرانية تمام فهم اولاد عم يعني فممكن انتعرف ايه العدوى تنتشر بسرعة انتعرف العدوى تنتشر بين القرائب اكتر تمام بينقله من بعض السبب الرابع هو تقاعس اوكرانيا عن تقديم اي ضمانات مكتوبة بعد من ضمامها لناتو يعني اوكرانيا رفضت انها تقدم ضمانات مكتوبة عن طريق اتفاقية مكتوبة بينها وبن وسيا او اتفاقية بينها وبن حلف الناتو او نص دستوري مثلا انت خبلك في الدستور الاوكرانيا نص على ان اوكرانيا زي ما قلنا دولة محايدة ولا تنضم لأي حلف مثل حزب حلف الناتو فهي اوكرانيا تقاعس عن الموضوع السبب الخامس هو ان في اقليات روسية في لغانسك ودونستك اللي هما الاقليمين الاصليين اللي بيتم النزاع اليوم اللي هما تم اعلانهم جمهوريتين مفصلتين عن اوكرانيا وهم في اقليم الدنباس تمام وخلينا وارك برضو ايه صورة طبعا انت مستاعب الموضوع برضو انا متكلم في ايه بسبباشا دي اوكرانيا حلو دي كيف ده غرب اوكرانيا لنوفوش مشاكل كيف واللافيف والمدن ده هنا كده مفيش مشاكل المشكلة كلها هنا في الشرق اللي هو مجود لروسيا المشكلة في ايه خلينا زملك اكتر في الاتنين دول الوغانسك ودونستك تمام حلو اقليم ده كانوا اصلا من قبل 2014 في حرب اهلية مع اوكرانيا اوكرانيا الجيش الاوكراني كان بحاربهم وبسببهم تدخلت روسيا الان يعني اسباب الرئاسي اللي دخولها هذه الحرب هم مدنين اقليمين بعد ان اعلن انفصالهم عن اوكرانيا وهو هيعمل استفتاء على الضوء لروسيا حلو دي المناطق اللي الجيش الروسي محتلف ايه شرق اوكرانيا دي جزيرة القرم وجزيرة القرمة دي روسيا ضمتها سنة 2014 تمام لكن اوكرانيا والعالم غير معترفين بهذا الانضماء وقلنا قبل ذلك ان هي كانت قطعة من روسيا ايام الاتحاد السوفيتي لما انفصل الاتحاد السوفيتي الرئيس بوريس كان ساكران دي حقيقة مش قصة مضحكة ولا كوميدي دي حقيقة كان ساكران ورئيس الاوكراني قال له اوكرانيا قال له ماشي اشتا زميلي واخدها وده اللي حصل فعلا حقيقة لكن هي طول عمرها ليست ضمن اوكرانيا تمام اه والاغلبية سكان روسيا دي روسيا ياخدها من ايام 2014 دي الاماكن التانية اللي احتلتها ويعني المفاجأة ان هي عايز تضمها انت فاهم لروسيا اللي هي بقى زاباروتشيا انت فاهم وخرسن تمام اللي هي زاباروتشيا دي وخرسن اللي هي هنا دي تمام فهاي عايز تضم الل 4 ايه ال 4 اقليم عايز اتضم التات اقليم اللي هي دمباس اللي في لوقانسك ودويستيك تمام وزاباروتشيا وعايز تضم خيرسون برضو يبقوا ال 4 جزء من الدولة الروسية كώς ايسا معلم فانت كده انت خريطة في دماغي وصورة في دماغي. ففي اقليات في الوانسيج والدوناستيج دول روس. فدخلت يعني ايه? يعني ده سبب من اسباب الحرب ان هي تحميهم وكده ويعني تفصلهم عن اوكراني. طب النقطة التانية احنا قلنا اسباب الحرب من وجهة النظر الروسية. طب النقطة التانية اخطاء بوتين. ايه الاخطاء اللي وقع فيها بوتين بقى? تمام? اول حاجة الفشل الاستخباري اه والاعتقاد بان العملية يست تاخذ اياما والاطاحة بحكومة زلينيسكي وتعين حكومة موالية. بص معلم المعلومات دائما كده بقى كرجل سياسي انا عايز اكتبقى سياسي محنك كده. اول ما تلاقي ايه اه يعني ايه? في مفاجآت بتظهر في الحرب بتعرف ان فيه فشل الاستخباري. ليه بقى? لان مين اللي مسئوليت واجمع المعلومات وديك المعلومات الصحيحة? المخابرات الحربية بتاعتك او المخابرات بتاعتك? فاول ما تلاقي مفاجآت تعرف ان فشل الاستخباري. هو كانت المعلومات الاستخبارية اللي عندها من الجيش الاوكراني ضعيف. ويعني غير مؤهل لصد هجوم سريع اه متعدد الجبهات من الجيش الروسي والبلاروسي. تمام? من الشرق والشمال اللي هما في الاول لو تفتكر هجموهم من الشمال خلينا اواريكي الصورة تاني. تمام? في الاول كان هما هجموهم من الشمال كده كان عايز ينخشوا كيف. هجموهم من الشمال من هنا من حدود بل ايه روسيا. كما بحرك هان الماوس. تمام? ده في اول هجوم. دلوقتي انسحبوا خلاص. هما في الشرق بس. لكن في الاوكاة اندخلوهم من الشرق ومن ايه? من الشمال. فهما كانت المعلومات الاستخبارية عندهم ان هما هجوم متعدد الجبهات على اوكرانيا. اوكرانيا لن تصمد وسيستطيعوا عن طريق قاتل خاصة. انت يدخلوا كيف. ويبضع لازلينيسكا ويقتلوه. ويضعوا حكومة موالية ليهم. وان الشعب الاوكراني يعني سيظل صامتا في اسوأ التقدير. اه وجزء منه ممكن يقيد هذي يعني التحرقات. لكن يعني الشعب الاوكراني سيظل صامتا يعني ايه? ولان يفعل شيئا. تمام? يعني دي كانت تصوراته. تمام? والحقيقة طلعت غير ذلك بق. الحقيقة طلعت ان ايه? الجيش الاوكراني صمد. انت فاهم? والاوكرانيين اه يعني رجالا والنساء ان حملوا السلاح. وصدوا الهجوم اه من الشمال. وطردوا القوات الروسية اه مرة اخرى الى ايه? الا بلاروسيا. واستطاعوا تحرير مدين خاركيف في الشرق. خلينا اوريكي الصورة تانية. اللي هي دي كانت محتلة. حرروها الاماكن اللي فيها بقعة كثيرة دي. دي اللي فيها اشتباكات الان. وبحرروا جزء كبير مساحة يعني تعادل مسلا ايه? اه يعني ربع مساحة اه تلت مساحة اسرائيل مسلا حرروها مساحات الهيه دي. تمام? اه من الجيش الايه? الروسي مؤخرا. تمام? فهم استطاعوا ان هما يصمدوا وصدوا الهجوم اللي هو من الشمال. وطردوا هذه القوات خارج اللي ايه? خارقوا حدودهم. والان بيشتغلوا على ايه? على الشرق. فالخطة فشلت. خطة اسقاط النظام. ايه? الاوكراني. تمام؟ وهذه الخطة تدل على سوء في التقدير لقوة الاوكرانية المقابلة. تمام? وده اللي هجي لنا بقى في الخطأ التاني اللي هو ايه? عدم تقدير مقاومة الاوكرانية والجيش الاوكراني. تمام؟؟ هو لم يقدر مقاومة الاوكرانية والجيش الاوكراني حق التقدير تمام يعني اداهم ايه كده تمام يعني اداهم تقديرات اقلم هم حقيقة هم حقيقة اه طبعا هم بيجيلهم صاح من امريكا بس هم خلي بالك برضه عشان انت ما تخدعش يا صديقي عشان انت عارف ان انا محل العسكري بقى فضيع ما تخدعش في الكلام بقى يقولك امريكا بتديهم اسلحة فتاكة اه عندهم من السكينة اسلحة فتاكة امريكا 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 اوروبا بيدهم ايه بيدهم مضادات دبابات مضادات طيارات محمولة مضادات دبابات محمولة كويس اه حلم بيدربهم على اساليب قتالية معينة اه لكن هما ما بيدهمش اسلحة بقى اللي هي ايه تعمل ترنك ايه بقى ونقطة تحول مثلا ايه يعني ما تدهمش منظومة مثلا زي الباتريوت معني الباتريوت انا بعتقد ان هو فاشل او ايريس الالماني منظومة الدفاع جوي توقف هما بصراحة متصدير للطهران الروسي وده اللي نفعهم الغد الوقت الان هما خلي بقى الاوكران الروس برضو يعني ما انت فاهم الاوكران الروس وهم محترفين في السلاح الروسي والسلاح اللي تحديد دي هم الطائرات المقاتلة والسواريخ المضادة للطائرات اه كلها برضو من من حقبة السوفيتاء اس اس تلتومية وطائرات ميجو وطائرات سخوية وبتاع فهم هما محترفين فيه يعني مثلا امريكا مدتهمش طائرات اف خمستاشر مدتهمش طائرات انت فاهم اه اه ادتهم اسلحة يعني تقدر طول عليها اسلحة متوسطة انت فاهم يا مدتهمش الاسلحة اللي هي تغير وجه الحرب تماما تماما اه لان فيه نقطة كمان اه يعني ايه ايه امريكا مش عايزة تضع يعني ايه مش عايزة تضع اسلحاتها الرئاسية اه تبقى محل اه تجربة انت فاهم ضد السلاح الروسي لان الاسلحة دي لو دمرت هتبقى سيئة بالنسبة لامريكا اه في في بيعها للسلاح لانت عارف امريكا اكبر تجربة السلاح في العالم فاهمش عايزة تخش بالايه يعني بالايه بالايه بالاسلحة اللي هي بالقطع الرئاسية زي دبابات والطائرات وكده وتديها لايه لاوكرا دي تماما اه اه الخطأ التالت اه هو عدم توقع من اخطاء بوتين عدم توقع حجم حجم الدعم العسكري لاوكرانيا ونوعيته يعني هو ما توقعش حجم الدعم العسكري حجم الدعم العسكري كبير انا قلت لك نوعية الاسلحة مش هي مش الفصلة مش الاسلحة الفاصلة يعني مش دبابة مش طيارة هي بتاخد مسيارات برقدار من تركيا مسارات جيدة حقاها للحق بس اه احنا انا قلنا عشان فيه ناس مضخمة مسيارات وفيه واحد كتاب لي فيكم من يقول لي عم انت ما ما تعرفش في العلوم العسكرية ما اقول اه ده في درون ودرون احد انا ممكن اكتب لك كتابة عن الدرون نوعيس انت فاهم ده انا كنت في ملوقات جاي بدرون وبهبرمجة وبعد العب فيها كده انت فاهم يعني في ملوقات مجنون بقى كنت بعض برمجة بالبيس كده كنت عايز اعمل الدرون وقتلها انت فاهم الدرون انت حرية كده نشوكوا مبلها تروح من فرقعة في حضرتك. تمام? فالدرونز يعني مش عنصر حاسب في المعركة ايه كوي جيدة ضد القطع المشاو وقطع الدفاع الجوي وكده. انت فاهم? لكن ايه ما توقعتش حجم الدعم العسكري الاوكرانيا. اه ونوعيته حجم العسكري الدعم العسكري حجمه كبير. يعني بتصل الاوكرانيا ما اوكرانيا طول الحرب انكملها دي يا باشا. بتستخدم زغيرة. هي البنادق والمدافع انت فاهم دي بتضرب ايه بتضرب رصه ماكارونا? ولا بتضرب زخيرا? بتضرب زخيرة طب زخيرة دي بفلوس. الطلقة دي تلاشتنينكوف بس في اتنين دولار انت فاهم? فانت عندك مثلا ايه? عندك اا اا ربع مليون جندي اوكراني ولا تلتميت الف جندي اوكراني كل واحد بضرب له كل يون ترعي ع arena ر Chaos نات على قال يعني بضرب له مثلا مية وخمسين طلقة. انت فهم? يعني انت عايز لك في اليوم يعني يقول كل واحد يضرب له مية طلقة يعني يقول اه اه في تلتو بيت الف يعني انت عايز لك تلاتين مليون طلقة مثلا يوميا تلاتين مليون طلقة ضرب ستين مليون دولار. تمام? في الشهر مليار وتمنمية. في السبعة شهر اللي تمت فيهم الحرب انت عندك اتناشر مليار دولار مثلا. اه رصاص بس. انا ولا كلمتك لسه على القذايف مدفعية ولا قذايف هون ولا قذايف ار بجي ولا اه صاريخ اي تي جي ام ومضادة للدبابات ولا صاريخ دفاع جوي ولا زخيرة لطائرات البريختار دي قنابل بتاعتها ولا كلمتك في الكلام ده كل. فهي عشان تبقى فاهم انت مدرك انت فاهم? اه الجيش الاوكراني استخدم زخيرة مسلا مش اقل من خمسة عشرين مليون دولار. اه مليار دولار في السبعة وشهر دول. لان في المقابل روسيا في التقارير اللي بتصدر يعني اه اشترت اه زخيرة انت اخب بالك اه من الصين ومن الهند ومن ايران ومن كرة الشمالية وبتاع هي اه بتصنع زخيرة بس هي عايزة اكتر من اللي بتصنعها. تمام? اه شارية زخيرة متكلفة زخيرة تلاتين مليار دولار هي في السبعة وشهر دول. تمام? يبقى اوكرانيا متكلفة برضو عشرين خمسة وعشرين مليار دولار. فمبلغ ضخم جدا على امكانيات الاوكرانية. فكل الزخيرة دي جات من اين? اه جاب بقى منات وباش جات جات من انجلترا وجات من فرنسا وجات من المانيا بالذات وجات من بولندا وجات من امريكا. انت فاهم? اه فهو كانش بتوقع حجم الدعم ده قالك عند اوكرانيا باشا ايه هاخش معهم حرب طويل. هيجيبوا فلوس بقى زخيرة من دين. وهم اقفلهم تصدير الامح. هما دلوقتي بتادوا يصدروا تاني من ميناء قدسة. بس بقى هيعرفوا يعني عملهم قلق وما اقفلهم المصانم وما اقفلهم خارجلهم الدوني هو. كمام? فما هاهمش فلوس. فهيجيبوا فلوس يستمروا في الحرب من اين? هو كان بفكر كده. تمام? وده خطأ. لان هو ما توقعش حجم الدعم ايه? العسكري لاوكرانيا من اين? من دول ناتو ودول اتحاد الاوروبي. انت فاهم? الدول دعم اكتر من 30 مليار دولار. زخائر ومعدات وهم بيدهم اسلحة ايه? مش يعني السقيلة. اه يعني مش زي ما قلنا مش اسلحة يعني ترنكي. بس اسلحة فعالة. يعني بيدهم مضادات دبابات اي تي جي ام محمولة. لا مضاد الدبابات بيدرب الصاروخ بيهي فقال بتجدين اهم الدبابة. بيدينهم تراب براكتار بيتسللوا بها بيتربوا الدفعات الجوية فبيخشوا بعد كده رابوا بالطراف. عاملينش نوعا ما. تمام? اه خلي بالك برضو عشان انت تبقى متخيل الروسيا ما بتحربش بالكبست بتاعتها. انت فاهم? هو لسه هو بيعمل تعباء عامة والكلام ده. لكن هو اللي مش بيحارب بالكبست بتاعته وده هو كل اللي حضرتهم متين الف عسكري. انت فاهم? فييعني هو مش بيحارب بالكبست بتاعته ومش بيحارب بافضل قوات موجودة عنده. انت فاهم? هو لو عمل تعباء عامة وجمع الجيش ممكن دخلوهم مليون جوند يجيجون. انت فاهم? اه وبعدين هو حقق يعني ايه يعني زي ما هنشوف حقق جزء من اللي كان عايز يعمل. تمام? اه الخطأ الرابع من اخطاء بوتين. اه عدم توقع عن تطول الحرب. مما ادى الوجود اه عجز في الدعم واللوجيستيكس. وهي اهم شيء في الحرب. بص هو كانش متوقع زي ما احنا اتفقنا الحرب الطول. هو كان ايه? كان حتى مسمينها العملية الخاصة في اوكرانيا. هو كان متوقعين ان هما يخش يحتلوا اقليم الدومباس اللي فيه جمهوريتين وغانسك ودوميستيك. تمام? وخش يسقطوا اه من الشرق. ومن الشمال هيخش يسقطوا النظام اه في كيف. ويجيبوا نظام تاني موالي اليوم. وخلص الموضوع ما كانش متوقع اكتر من كده. لكن طبعا هو ما كانش في دماغون الحرب هالطول غاد دولات سبعة شهر هو لسه مكملين فيها. تمام? اه فضلا عن ان هو كان عنده مشاكل في اللوجيستيكس ان هو عشان مش متوقع عن الحرب الطول. فاللوجيستيكس ده اهم حاجة في الجيوش يا باشا اللي هو اللي ايه الانداد والتموين. تمام? اه ما البنادق دي احنا اتفقنا والي ايه والدبابات المدافع والكلام ده مش بتضرب بندق هي صح ومش بتضرب فشار. انت خبالك بتضرب ايه بتضرب رصاص بتضرب زخيرة فانا ما فيش رصاص وزخيرة هتضرب ايه هي. فرصاص وزخيرة دول عشان يقدروا مستمرين في المعركة المستمرة ده لازم انت خطوط امدادك بقى خطوط القطارات. وخطوط بقى اللوريات اللي بتاني اللي امداد. هم بقى الاوكرانين كان بيعملوا ايه? بيعملوا عملية بقى كوماندوز وراء خطوط العدو ينزل قوات وراء خطوط بتاعت روسيا. يضربوا بقى اللي ايه? وبالطهارات البريغدار يضربوا العربات النقل اللي ايه بتاني اللي ايه? بتاني للامدادات. لان هم برضو قد دبابات دي عايز اوقود. امدادات. والجنود دول عايزين اكل وشرب صح. وانت عايز زخيرة وعايز دلات منافع. كل ده الكلام ده يعني الجيش اللي انت بتشوفه بيحارج مئة الف امتين الف ده. وراءه مئة الف تاني شخص بعشرات الالاف من السيارات النقل. ده امدادات بيمدوا بقى بالزخيرة وبيمدوا بالاكل وبالشرب. والبالوقود للدبابات والمضرعات والكلام ده. فروسيا فشلت في الموضوع ده لان يجدش متوقع الحرب الطول. انتفاهم? فبتديت بقى مش عارف تعدل خط قطر ايه تخليه يمشي فين في اوكرانيا عشان تبتدي تربط الاطورة بتاعتها بالاطورة في اوكرانيا عشان تنقل. تمام? فعصدت لها مشاكل في اللوجستيات الجند. وكانوا بينسحب وانا شفت انا شفت الحرب الاوكرانية دي اكتر من الف فيديو. شوف بقى الجنون? اكتر من الف. طبع الفيديو ببادئتين تلاتة للصور بقى الخسائر الروسية والاسلحة الروسية. فروسيا يعني خسائر ضخمة جدا وطركت اسلحة كثيرة وراها وبتنسحب. لما انسحبت من الشمال ده ترك الكميات اسلحة ضخمة. ودبابات بحالها بمدرعات بحالها بمدفعيات بحالها. تمام? الخطأ السادس من اخطاء اا اخونا بوتين اللي هو ايه بقى? اا انخفاض الروح المعنوية للجنود الروس بسبب عدم شحنهم معنويا. يعني ايه طول عمر الروس. لما بيحاربوا بتبقى ايه? ايه اللي انصر بيبقى فعال معاهم? اللي خلاهم ليجندري ايام الحرب العلامات التانية. ان هم عندهم معنويا بقى الشهوعين كفرة ملحيدين ولدين كلبي بخش يقتحموا النيران ويقتلوا حتى اخر نفس يعني كانوا هي شاوس. فايه? ان كان بيتمش احنهم معنويا يعني لما كان بيحاربوا الالمان وفيه فيلم ااا اللي ما شافوش? فاتوا نص عمره سمو انيمي ادو جيتس. اللي عدوا على الابواب. اللي هو بتاع فاسيلي زيت سيف ده اللي هو بطل الحرب العالمية السوفيتي. اللي هو القناص السوفيتي اللي قاتل زباط المان كتير ده. الفيلم ده لو ما شفتوش لازم تجري تشوفو دلوقتي. يعني ايه في الفيديو راح شوفو بعدين كامل فيديو تاني. الفيلم ده رائع. اسمو انيمي اا ادو جيتس. تمام? فيعني ايه كان عندهم روح معنويا بقى وبيحاربوا وبيحاربوا النازيين الفاشيين هو بتاع. لكن الجيش الروسي دلوقتي الجنود الروسي هم مش عارفين هم بيحاربوا ليه? انت خبه لك يعني هم مش مختضعين. الجنود الروسي ما فهمش بقى المخاوف الجيو استراتيجية بتاع بوتين دي. هو عارف ان الاوكران دول ولاد عمه. انت فاهم? انت عامل زي ابوك كده واخدك من ايدك وقولك روح عور وضرب ولاد عمك. وانت مش عارف ولاد عمك بتلعب معهم وصحابك وبتاع. انت مش فاهم ما ابوك بيعمل كده ليه عشان هم بتخلق مع عمك. تمام? فهم الجنود الروس كده يعني مش حارفين هم بقى بيحاربوا ليه انت فاهم? فمعنوياتهم يعني يعني متدنية وبيستسلموا بسهولة وبتاع. انت فاهم? وبعدين الروس دلوقتي غير الروس زمان بقى اللي هم كانوا طوال الواحد اتنين متر واشقر ده. الروس دلوقتي عال غلابة انت فاهم? عال كلها بقى اللي حاطت تتول اللي حاطت حلق والرسم عصفوره على طيزه انت فاهم? عال كلها فرافية دلوقتي يعني لما تيجي تقابل الروس سيبك انت نسوان الروس فاهم لو لم اكن مصريين لو وددتوا انا اكون روسيا بصراحة انا مفروض بعد اللي عملتوا مع النسوان الروس بوتيني دي جنسان روسية والله يعني نمت مع اكتر مسلا من 50-60 واحدة روسية انت تتخيل انت رغم ده يعني مفروض يدوني جنسية يدوني مسلا صندوق حلاوة اي حاجة يعني بازالت مجود كبير انا مع الروسيات بصراحة تمام؟ الجناتهم عالية يعني الجمال كده تحس ان هم مبتخنوهوش لدروس تمام؟ فالمهم اه فيحني الروس اللي موجودين دلوقتي فرافير كده مش بتوع زمان بقى اللي هم بتوع تحسوا فيت اللي هم اللي عالي القشاوس ومشناب دي لا يعني مش بتوع حرب وبتاع او دلوقتي يعني بيقول لك ايه بيقول لك ايه بيقول لك من سعب ما بوتين عمل التعباعة العامة تمام؟ في روسيا بيقول لك اكتر كلمة تم البحث بالكلمة باللغة الروسية هي ايه كيف اكسر ذراعي انت خب لك اللي عام عايزة تكسر ذراعاتها عشان ما تخشش الجيش انتفان؟ فيعني ايه دي اخطاء بوتين الارتكافة تمام؟ طيب اخطاء اوكرانيا نفسها ايه اخطاء اوكرانيا؟ اه عدم تقديم ضمانات لروسيا لعدم الانضمام للناتو يعني ايه كان مفروض تقدم ضمانات لروسيا يعني كان مفروض ديزلينيسكي ده لو عنده مخ وبيفكر ايه باشا كان ياخد بوتين على قد عال بوتين مجنوني بيدين كلب احترس من كل من اقترب من الارتكافة مجنوني عام شفت وش هو؟ يعني بتحمرر وبتزرق كده وبالكلب مجنوني عام تمام؟ ده بيقعد الوزراء بتشوفه وقعد مع الوزراء بتقع عامل ترابيزة كده بيبقى الكورسي بتاعه بينه وبين بقية الكراسي انت فاهم؟ بين حوالي عشرة متر عشان ما حدش يبقى عراض منه وما بيسلمش على حد وكده يعني كنت اخده على قد عقل وعمله ما ادعم في الدستور ان اوكرانيا تبقى دولة يعني محايدة مش ضمن الناتو انت فاهم؟ كان خلاص هو انت كنت قطعت عليه الطريق لو انت عملت كده كنت قطعت عليه الطريق وفعلا هي اوكرانيا مش محتاجة تخش الناتو خش الناتو تهبب ايه بقى انت فاهم؟ ما دخول الناتو ده شفت نهو بس مجرد التفكير في الموضوع دخلها في اصدام مع روسيا اراضيها ضاعت ايه؟ تمام؟ فكان مفروض يعمل كده بقى ابد عن الشر وغنيله على قل اكثر حجة قوله يا باشا بص اهو دستور الاوكراني اوكرانيا دولة محايدة ولن تنضم لم ولن تنضم لاي حلف عسكري بس يردد كده عن موطن ويسيبه وامشي انت فاهم؟ كما فرد عمل كده هو لم يقدم الضمانات الكافية الروسية بعدها من الانضام للناتو النقطة التانية في اخطاء اوكرانيا اللي هي بقى الثقة الزائدة في الولايات المتحدة والغربية بص كلمة يعني من الكلمات القليلة الرائعة التي قالها ابو علاء ابو علاء يعني اللي هو حسن مبارك الرئيس السابق المصر المخلوعة تمام اللي هي ايه المتغطي بالامريكان عرياني بص الامريكان ولا ليهم صاحب ولا حبيب ولا صديق ولا بتاعه يبيعوا دين ام اي حد هي انجلترا بس عشان بيعتبروها زي اموهم كده تمام لكن بص اوروبيين دول يبعون في سوان ام ابعوهم اهو ليه امريكا غراضها زي ما احنا هنبين في النقطة اللي بعدية ليسيست امريكا انت فاهم؟ امريكا غراضها الحرب اللي تستمر انت فاهم؟ تاني حاجة امريكا مش اوعى صديقي يعني كان فيه اخ كان معلق تعليق على فيديو بتاع الصراع العرب الايراني اخ بصراح تعليقه رائع يعني تمام؟ يدل على ان هو انسان مثقف ثقافة سياسية عليه يعني بتكلم على ان السعودية ودول الخليج بتعتقد ان امريكا تدفع عنها تمام؟ وده غير صحيح لان ان انت لازم تكون ضمن حلف وده صحة تمام؟ انت يا اوكرانيا مش ضمن اي حلف رسميا على وراء انت مش ضمن اي حلف انت منك لربنا كده تمام؟ فما تساقش الثقة دي مفيش اتفاقيات مكتوبة بينك وبين امريكا وبين دول اوروبا يعني تفرض علي من هما يدفع عن اوكرانيا لو تعرضت لاعتداء مش عيدوا في الناتون انت مسلا تمام؟ فطبيعي ان هما ايه مش يخوشوا حرب مع روسيا حرب مع روسيا حرب عالمية اوتوماتيك كده تمام؟ هم ممكن تستخدم فيها الاسلحة النووي هم مش عايزين كده محادش عايز كده ولا الروسيا عايزة كده ولا هما بيعودوا يشدوا مع بعض بس ايه يعني انت عارف عاملة زي ايه واحد حطت صبعه في بقك وانت حطت صبعك في بقك وانت الاتنين بتعضوا اللي يسحب صبعه الاول هو اللي خسر هي كده هي عض صوابع الحرب دي تمام؟ اهددك بالنووي وانت تقوله انا مهمنيش وهددك تاني كده لغاية ما نقرب للنقطة للطرف فيها هيعتقد ان الطرف التاني هيستخدم سلاح نووي هيوقف انت فاهم لان محادش عايز حرب النووي فهو سقطوا زي ايه ده في الولايات المتحدة والغرب وكان ما اعتقد ان امريكا دي هتدي له طهرات اف خمستاشر او اف ستاشر انت فاهم وفرنسا تدي له طهرات رفال وهم لو دعموا الدعم الصح بقى اللي هو على اصوله يعني المانيا دي لو راح امدي له مسلا سيربين كده السيربي باربعتاشر طيار سيربين كده يورو فايتر تايفون وراحت فرنسا بمساع ليب سيربين رفال تمام؟ اه داسه رفال وراحت امريكا بمساع ليب سيربين اف خمستاشر تمام؟ راحت المانيا مدي له نظام ايريس بتاع الدفاع الجوي تمام؟ وامريكا راح امدي له الدبابات ايه وان ام تو برامز واللي حاجة انت ساعتها بقى يخش بقى كوصوم روسي انت فاهم؟ معها سلاح حديث ايه روسيا سلاح حديث برضه بس سلاح يسد ودعم سلاح الروسي تمام؟ لكن ايه امريكا والغرب ما عاملوش كده دول اسلاح حارب بيها بس بحدود معينة اللي هو ايه انفولفد في حدود انت فاهم؟ اه هم مش عايزين ايه ايه انفولفد في حدود اه اه بدون حدود يوصلوا المرحيل بقى الحرب الايه مباشرة مع روسيا ومعايزين ابروكسي هو تمام؟ تمام؟ فهو غلطة اوكرانيا التانية غلطة الاولى عدم تقديم ضمانات لروسيا لعدم الانضمام للناتو الثقة الثقة ازاي ايه في الورت المتحدة والغرب النقطة الرابعة. اخطاء الغرب. ايه اخطاء الغرب بقى? انت اخذ بالك. اول نقطة عدم الاستعداد لقطع الغاز والبترول الروسي. هما مشكلة اكبر من مستور الغاز والبترول هو المانيا. المانيا ما عندهاش البنية التحتية لتسيل الغاز. يعني ما عندهاش محطات اسالة غاز. يعني مصر مسلا عندها محطاتين اسالة غاز. انت فاهم? المانيا ممكن ما عندهاش ولا محطة. تمام? اللي ان مصر بتصدر غاز بتاعها مسائل ما عندهش بشي انابيب غاز بتودي لدول تانية الا مع الاردن مش عارف ولا ايه تمام المانيا ما اعتمد على خط بقى اللي هو ايه اا نورد ستريم دا اللي هو بيجي من الشمال دا الخط اللي هو الانابيبي اللي بيجي من روسيا من سان بترسبرجة بشي بيجيب لهم بترول وغاز وبسائل مخفض والدونية حلوة ولا عايزين محطات اسالة غاز تمام ملغاز ياما يبقى في موسيرة معلم في انابيب انت فاهم يا اما يسال ويتحط في كونتينرز انت فاهم زي انابيب كده برضو بس انابيب بتشال على السفن ويروح يتفرق في ايه في سفن اا يروح يتفرق في ايه في مواني المينة بقى مفروض في المانيا يبقى فيها محطة بتاعت اسالة غاز تاخد الغاز دا تاني تروح مسائلات راح مماشية في الانابيب فاهمت انت اخذ بالك فده بقى مش متغفر انت فاهم عنده المانيا وكان معتمد على الخطوط دي فاهم مش مستعدة الموضوع عايزين له عايز له سنة سنتين عشان تستعد وتعمل بنية تحتها بقى عشان تبتدي تستقبل تشتري غاز بسلا من ايه من دول مثلا اا زي قطر زي مصر زي اسرائيل زي الجزائر جزائر عنده غاز كتير تمام كده ما عندهاش فهم كانوش مستعدين لقطع البترول والغاز يعني انت فاهم كانش حطين احتمال ده في ايه في دماغهم تمام او حطينه بس هم يعني متكسلوا او تبطقوا ما تفاهمش ايه اللي حصل تمام النقطة التانية عدم اتخاذ موقف الخطأ التاني للغرب عدم اتخاذ موقف حاسم من البداية مما شجع بوتين يعني هم ماخدوش موقف حاسم من الاول كده اول ما بوتين راح عامل بتاع راح وقطعين العلاقات وقطعين الغاز وقطعين البترول وقطعين الروبل وقطعين دين هم الدنيا لا ابتدوا ايه المانيا بالذات عادية كده المانيا خايفة كل دولة تضارع مصلحتها خايفة من القطع ده هيدرها ورفع الاسعار في اوروبا كلها معلم تمام يعني العايش في اوروبا فاهم الاسعار اترفعت رفع غبي يعني اترافعت اكتر من الضعف انت فاهم خاصة في الكهرباء والمية والحاجات اللي ازاي كده والغاز والحاجات ازاي كده اصعار طارت في اوروبا بسبب القصة دي تمام فهم ما خدوش موقف حاسم من البداية انت فاهم يعني كان مفروض ياخدوا موقف شد حاسم اه بقى جمدوا اموال وعملوا بتاعه كان مفروض موقف حاسم موقف حاسم ده يعني يعني كلهم يطردوا السفير الروسي في نفس الوقت انت فاهم ويعملوا جلسة طريقة المجلس الامن يا باشا طبعا روسيا تعترض ان انا معا الفيتو انت فاهم جلسة طريقة مثلا جمعية العامة بلاش للامم المتحدة وتاخذوا قرار بيدانة روسيا وقدموا صبل كافة صبل الدعم المتاحة الاوكرانيا لان هي دولة عدو في الامم المتحدة تم الاعتداء على سيادتها على سيادتها على اراضيها ومن حقها اتبعا لمثاق الامم المتحدة انها اتدفع عن نفسها انت فاهم وانا بناءا على هذا انا من حق ان انا قدم له كل كافة اشكال الدعم العسكري وكافة انواع الاسلاح انت فاهم كما فاهم يعملوا كده المهم واتمانيكوا تغلقوا بقى ويعملوا كده تمام الخطأ التالت من اخطاء الغرب اللي هو الاعتقاد بان العقوبات كافية للجم بوتن من طموحاته تمام يعني اعتقادوا اعتقادوا يعني ايه الغرب اعتقادوا ان العقوبات على يعني على روسيا كافية ان هي تلجم بوتن وتجبره على التراجع من طموحاته تمام طبعا طموحاته دي يعني هو ايه يعني كلنا عارفين اللي هو الايه بيسموه عقل بوتن شخص كده اسموه عقل بوتن او المفكر المقرب من بوتن اللي هو اليكزاندر دوغين ده اا وده شخص دغمائي اا ابن وصخة قومي انت فاهم اا بيقولك ان اوكرانيا دي جزء لا تتجزأ هو يعني دغمائي قومي مسيحي انت فاهم ان جزء اا اوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا وان هي ما لها الثقافة منفردة وان هي جزء ان كانت طول عمراء من امبراطورية روسية وكده فديه طموحات وهم كانوا معتقدين ان طموحات روسيا في ضم اوكرانيا دي هتنتهي بايه بقى بعقوبات اللي هم عملوها عليها لكن زبا احنا شايفين عقوبات ما عملتش حاجة العقوبات واخرت الموضوع اكتر انت فاهم ليه لان هي عقوبات فردية مش ضمن اقتر الامم المتحدة بتلتزم بيها جميع دول العالم فانت دروقتي ولو ما بقعلكش انت بترولو غاز هروح يبيعهم عن طريق برضو انا بيبقاش هروح بقعهم للصين الصيني الكاسبان من الموضوع ده وده هم بيينه بقى انا بستعر حاجة في الفيديو ده ما تلقاش تمام فهو اعتقد ان العقوبات كافية اللجمة وهذا اثبت ان هو غير صحيح ان هو يعني كان مجهز نفسه وكان روسيا عدت نفسها جيدا لديه العقوبات وشوفنا الاول الروبل انهار انت خبالك وبعد كده استرد عافيته وطرحت عملات اجنبية في السوق روسيا وعدلت سعر الروبل للسعر اللي يستحقه وعدلت سعر الروبل للسعر اللي يستحقه تمام وقدرت تتعايش مع هذه العقوبات تمام النقطة الخامسة اللي هي ايه بقى سياسة امريكا ايه سياسة امريكا بقى في الازمة ديه تمام بصها باشا سياسة امريكا هي ادخال روسيا في حرب استنزاف طويلة تدمر الاقتصاد والجيش الروسي وقد تؤدي لتفاكب جروسي امريكا هي امريكا يعني هي ايه هي مخططة للحرب ديه وايه لكت عايزها تسير في هذا المصار وايه اكثر دولة ايه والصين سعيدة بعد المصار اللي بقى هذه الحرب امريكا عايزها تطول عشان تستنزف الاقتصاد الروسي اللي هو هاش اصلا اللي هو اقتصاد ريعي يعني معتمد على عائدات النفط والبترول والغاز تمام اه ليست دولة صناعية دولة زراعية او دولة بتعتمد على اقتصاد الريعي تمام فتستنزفها وتدمر اقتصادها وتدمر الجيش الروسي سايله فادحة يعني حسب الاحصاءات الرسمية الروسية روسيا خسرت 5500 جندي واكتر من 30 الف جندي مصاب تمام وخسرت اا اكتر من 10 تلاف معدة تمام ده الاحصاءات الرسمية الاحصاءات الاوكرانية بقى والغربية بتقولك ان روسيا خسرت اكتر من 15 الف جندي قتيل تمام واكتر من 70 الف جريح تمام واكتر من 30 الف معدة وقطع اسكرية من دبابة المضرعة آآ الطيارة وخسرت ثاني اكبر قطعة بحرية في الاسطول الروسي وهي الطراد موسكوفا وكان واحد تسألني ايه الطراد ده والطراد ده زي الكورفيت لأ صديقي بص الكورفيت دي فرقاطة مصغرة تسمى الكورفيت تمام يعلوها الفرقاطة ويعلو الفرقاطة المدمرة ويعلو المدمرة الطراد ويعلو الطراد حاملة الطراد ده من الاحجام يعني بالنسبة الاحجام الطراد ده يعني قطعة فكرة استراتيجية قديمة شوية ما فيش حد بيعمل طرادات دلوقتي غير روسي واخر طراد عملادة عملادة من خمسة عشرين سنة كاية او من 30 سنة يعني من ايام اتحاد سوفيتي احدش بيعمل طرادات ايه طرادات دي بتبقى قطعة عسكرية ضخمة يعني تخترف الحجم حاملات التقارات وكان زمان بتحمل بمدافع ضخمة جدا زي الطراد ياماموتو اللي هو الياباني اللي غرق في الحرب عالميات تانية بيبقى ضخم جدا وعليه مدفعيات بقى ضخمة يعني مدفع كده بيبقى طول وطول العمارة انت فاهم بيتقس قوته بالبوصة تمام مش بالملي متر انت فاهم العيار القذيفة بتاعته بس الطرادات بقى الروسية طرادات بقى مجهزة بايه بسواريخ بانواع كثيرة من السواريخ النووية والعادية والجو جو 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 ارض والجو بحر قطعة ضخمة جدا 8 مليار دولار يا صديق او 2.5 مليار دولار اغرقاتها اوكراني تمام يعني اغرقات هذا الطراد فهي خسر خسار كبيرة انت خب بالك ويعني خسار كبيرة في المعدات وفي الافراد وكده هو ده اللي عايزاء امريكا انها تدمر اتصادها و تدمر جيشها على امل ان هذا الامر قد يؤدي لتفكك ايه روسيا اللي هو عايزاء امريكا في الاخر انها روسيا تتفكك لعدة دول تمام النقطة التانية في السياسة امريكا اللي هي ايه وضع حلفاءها في الغرب في مواجهة مع روسيا وتحويل اندازات الغاز والبترول لمصادر اخرى يعني ايه مع ان هما حلفاءها في الغرب لكن ايه عايزة اندخش في مشكلة مع روسيا اللي بقى مستفادة من الموضوع ده من ناحية ان هي يعني تستنزف الروس ومن ناحية ان هي بقى ايه اي حرب يا صديقي معلومة لك كده ايه حرب تتم في اوروبا انت خب لك هي مفيدة لامريكا يعني لو تدبعنا الحرب على المال اولى الحرب على المال تانية امريكا في الحربين ما دخلتش الحرب غير في الاخر في الاول كان بيبيع سلاح للطرفين يعني دبابات الالمانية الطايجر والبنزر كنت تشوفها ماشية دي كانت تبقى محركات فورد امريكية لدرجة ان هما اتهموا هنري فورد ان هما كان بيساعد لنا زي فالامريكان براجمتيين هما حرب بتحصل في اوروبا بيبيعوا سلاح للطرفين تمام فهي هنا مستفادة ليه بقى ان تخبرك لان هي هنا هبيع بترول وغاز فائد عنها لان هي كما نعلم او لمن لا يعلم امريكا طورت تقنية اسمها البترول الصخري وده سبب ان السعودية هقعدوا تخفض في سعر البترول تمام عشان تدفع شركات البترول الصخري للخروج من السوق لان تكلفة انتاج البترول الصخري كبيرة تمام لكنه متوفر بكثرة فامريكا عندها اكبر دولة عندها بترول وغاز خلي بالك يعني وهي بتستوردهم وتخزينهم غير انتاج الضخم هي اكبر منتج في العالم تمام فيعني ايه اه هي هي اللي هتبتدي تصدر البترول وغاز فده هتستفاد ايه اتضعف روسيا اه واتفقدها قيمة هذه الصدرات من البترول وغاز تمام وتحصل هي هي وحلفاء الاخرين مثلا في الخليج على صدرات البترول وغاز تصدرهم لايه لاوروبا انتو بقى ايه استفادة بماليا انت خب بلان فهي بتخلي ايه يعني اه انت فاهم بتخلي اوروبا حمر شغل انت فاهم يعني بتستخدمها لانهاج روسيا انت فاهم ايه بتستخدم اوروبا لانهاج روسيا تمام تالت نقطة في السياسة الامريكية هي منع سقوط النظام العالمي باي ثمن وتحذرها للصين كلنا شفنا ان موضوع الصين وتايوان وتايوان هي جزيرة كبيرة صينية كان جزء من الصين لكن لما قامت الثورة الصينية ام موت سي تونج انفصلت وكانت عاملة دولة بمفراضها وكانت هي اللي بتمثل الصين في الامة والتحدة حتى اعترفت جميع الدول بالجمهورية الشعبات الدموقراطية الصينية الجديدة اللي هي الصين الحالية بقتها الممثل وتايوان اهميتها في العالم ان هي اكبر دولة وتستحوز على 60% من انتاج العالم لاشباه الموصلات السمي كوندكتور بصها باشا كل جهاز في بيتك من سمارتفون للابتوب لتابلت لتلفزيون شاشة لد لمايكرو ويف لتلاجة لغسالة كل ده في العربية حتى كل ده في مايكروشيبس معمولة في تايوان تايوان هي مسيطرة على 60% من انتاج الرقائق الالكترونية في العالم كله لك انت تتخيل ان هذه الجزيرة الصغيرة دخلها من رقائق الالكترونية في السنة 450 مليار دولار ولك انت تتخيل ان دولة وهم عدد سكانهم 30 مليون لكن انت تتخيل ان دولة زي مصر بجميع مواردها دي الصادرات عليها تتجاوز 50 مليار دولار دي بتصدر بس السمي كوندكتورز برقائق و50 مليار دولار وهي كل العالم بيستخدم السمي كوندكتورز بتاعاتها وعندها اكبر شركة في العالم انتفاهم؟ للسمي كوندكتورز اسمها TNSC تمام؟ دي شركة دي تعادل انتفاهم؟ يعني صاروات العرب مجتمعة الشركة دي انت اخذ بالك وبدو بتقول في التفاصيل ممكن اعملوك حلقة عن اشبال موصلات دي كده قصة ازمة اشبال موصلات في ناس تناولتها فالصين قالت لك ايه انا في الهلة هللة دي في الهجا دي اما اخش اخد ايه؟ تايوان تايوان دي مسلحة جدا ومش اوكرانيا عندها طائرات F-15 و F-18 عندها احدث تسليح امريكي و F-16 و هتاخد F-35 الشبحية الحديثة دي وعندها بحرية قوية قطع بحرية امريكا وامريكا متعاهدة بالدفاع عنها يعني اوكرانيا لا امريكا متعاهدة بالدفاع عنها يعني الصين هتيجي تحتل اوكرانيا هتيجي تحتل تايوان امريكا هتقفلها و قطعها العسكرية مش بروكسور بقدت و حرب مباشر انت فاهم؟ والصين عارفة كده وامريكا عارفة ان الصين مش هتسبق تايوان غير ما تخدها في الاخر يعني قصة لبرده كبير فالصين قالت لك انا في الهلة هللة دي اخش اخد ايه؟ ايه تايوان راحت امريكا بقى محذرها و شفت الكلام اللي حصل وليه نانسي بلوس الكبيرة العرشانة العجوزة دي المجنونة بنت الويسخة راح تراحها زاهرة تايوان انت فاهمتهم ان احنا مع تايوان يعني وامريكا حذرتهم من التدخل في تايوان ان كده النظام العالمي الجديد هيقع كل يعني مفروض النظام العالمي لو روسيا انتصر في حرب اوكرانيا بقى اسقطت النظام العالمي كده يبقى كل سانت طائم هي امريكا خرجت عن نظام العالمي امتى مرتين؟ انت فاهم؟ في الخمسين سانة ايه عطولهم رابط اخر بنت الويسخة بس مرتين في اخر الخمسين سانة لهم ايه حرب فيتنام وحرب العراق حرب العراق بالزبق لان دولها عجل في الامة المتحدة دخل احتل الدين ابوها بدون ايه قرارات من الامة المتحدة ولا ايه حاجة ضربة بكل حاجة عرض الحق تمام؟ فروسيا يعني بتقولك شبعنا انا انت فاهم؟ اه فيعني اه لان تسمع منتصار روسيا في اوكرانيا ابدا لان تصار روسيا في اوكرانيا هو سقوط للنظام العالمي الجديد كل واحد بقى لي حتة عايز ياخدها ااخدها هتلاقي الصين بعديها عايز تاخد تاول انت فاهم؟ وهتلاقي اه بعدها انت فاهم؟ اه اه مش عارف مين عايز ياخد ايه كده يعني وهتلاقي بعد كده هتلاقي بعديها مثلا انزراباجان اعتدخلها محتلة مثلا ارمينيا جوزء كبير من ارمينيا كده يعني تبقى الدول ماشي كده انت فاهم وتركيا تروح داخلها بحتلة جزء تاني من سوريا تبقى العملية سايبة فامريكا يعني عايزة تمنع هذا الامر بأي ثمن مهما كان الثمن تمام طيب النقطة السادسة الصين بقى يعني موقف الصين من الموضوع ده تمام طيب الصين لا تؤيد روسيا صراحة يعني صراحة ما دعمتش الغزر يعني صمت لكن بتمدها بالزخيرة يعني بتبقى العلازة خيرة وبتشتري من الغاز والبترول وهي المستفيل لان هي الغاز والبترول مثلا كان بتبقىهم روسيا لدول اتحاد الاوروب بالمانيا وغيرها بعشر اوروش هتروح تبقىهم للصين الصين لازم تستفقى من الموقف تجارة بقى انت جايلي وانت مضطرر فانت مزنوق عايز في الاوروز تمام مش لها حد تبقى فتروح واخدهم بسبع اوروش فتاخد بقى النفط والغاز ده ببلاش يعني تاخدهم بسعر بخص جدا لان هي اكبر مستهلك في العالم للنفط والغاز ان هي اكبر دراسة في العالم تمام ان مرة اتنين هي بيبقى لها زخيرة ومعدات انت فاهم بعشرات المليارات الدولارات يعني شارية منهم روسيا زخاري مثلا بما انا قل عن 15-20 مليار دولار لمصلحة ليهم تمام لكن في نفس الوقت هي منطاعدة من طول الحرب موافقة الحرب دي تم بس تخلص بسرعة بسرعة بدر بدر لكن تطويل الحرب ده ما مش حلو لان عمل ازمة عالمية انت خد بالك ارتفعت الاسعار فلما بترتفع الاسعار ايه اللي بيحصل حركة التجارة بتقل من اللي خسرون اكبر مصنع في العالم اللي هو الصين لما حركة التجارة تقل الناس تشتري اقل تمام الصين تخسر الصين مش عايزة كده الصين عايزة للاقصاد العالمي يفضل يمه تمام عشان هي بتنمو معاه انت فاهم خاصة ان صوقها الرئيسي هو ربها وامريكا تمام والصين في نفس الوقت بتترقب الموقف زي ما قلنا ليه الاستغلال الموضوع ده في اكتاح تاون لان ايه تاون حطة في دماغها ان تاون الجوزي لا تجزب الصين واتخدها تخدها فهي بتترقب الموقف ويه عشان كده امريكا حزرتها وبعتت نانسي بلوسي تايوان لان ايه عشان توريها صراحة ان هي رفضة الفكرة لان ايه الصين بتشامشي بتشوف في الموضوع بقى اها امريكا هتعمل ايه بقى تسيب لوسي هتاخد اقالين من اوكرانيا وتسكوت ولا هتعمل ايه لان هي لو سيكلي هتروح التاني نط على تايوان انت فاهم فامريكا بقى اعلنتها لها صراحة ان هي هتدفع عن تايوان وبعتت نانسي بلوسي اللي هي رئيسة الكونجرس وبتاع راحت هناك الولاية تمام ااا تايوان ودعمتهم ومتاع انت خبالك فاهمت الصين ان الكلام ده مش هيكل يعني مش هتمشي كده تمام طيب بعد الراغي الطويل ده بقى ايه انت فاهم ايه التوقعات بقى بتاعت انتهاء الحرب بص يا سيد الفاضل انت عندك ثلاث احتمالات لا رابع لها انت فاهم اللي انتهاء الحرب دي انت خبالك ثلاث احتمالات لا رابع لها طيب اول احتمال هو ايه هزيمة روسيا انت فاهمك وفشلها يعني روسيا دلوقتي عدلت اهدفها بقت اهدفها اللي احتفاظ بالايه بالتبت اقاليم اقليم دونباس اللي انا قررته لك اللي فيه الجمهوريتين لغانسك ودونستك تمام واقليم ده هدف جديد واقليم خرسون وده هدف جديد تمام لكن على اقل على اقل اللي في اسوأ الاحوال هي ممكن تترك زبروتشيا وخرسون لكن هي على اقل هي واخدام عشان تأمن بحر ازوف اللي هو تحت ده تمام لكن هي على اقل على اقل هي عايزة تاخد الدونباس انت فاهم اللي فيه الجمهوريتين لو انسك ودونستك تمام فاهم لو فشلت في كده واستطاعت القوات الاوكرانية ان هي تطردها من كل هذه الاراضي التي تحتلها بينما ضمنها اقليم الدونباس وجمهورية لوغانسك ودونستك تمام فكده هتبقى روسيا تهزمت وده اخطر سيناريو بقى معلم ليه بقى لان روسيا ساعتها انت فاهم ممكن تستردمي السلاح انها هو حتى التكتيكي زي ما احنا شرحنا في السقافة العسكرية مجيش تقول لي انت مش فهم يعني ايج سلاح انها هو تكتيكي بيستخدم ضد ايه يعني مش سلاح ناوه الكبير اللي هو ايه قوته 100 كيلوطن و200 كيلوطن وبتاع TNT لأ ده بيبقى قوته مثلا 500 تن TNT 400 تن ده بتضرب عشان يدمر ايه التجمعات العسكرية في مكان ما فرقة مضرعة فرقة موشية كده انت فهم تأثيره محدود وما ده محدود فممكن تستخدم سلاح ناوه تكتيكي انت فهم ممكن تستخدم مسلاح ناوه بسرعة عام ما في اوكران انت اخذ بالك اوكرانيا مش تبع اي حلف ومش محميها باي حاج اي دولة مش تبع اي حلف يعني اي دولة مع ده السلاح ناوه ومش تبع حلف بيوفر لها مزالة ناوهية هي عرض ان هي تضرب بسلاح ناوهية زي مصر وزي السعودية انت ولا عدو في اي حلف يحميك ويديك مزالة ناوهية ولا انت عندك سلاح ناوه فانت كده اي حاليان تمام فا اوكرانيا تضع اريان فالتانية ممكن تضربها انت فهمت ممكن بقى لما تضربها ده يبقى فيه رد فعل امريكا ممكن بقاش فيه رد فعل ما تعرفش بقى ممكن يبقى ايدانات ممكن اا امريكا تدخل ساعتها ممكن توصل لعمليات الحرب العلامية تالت وخلي بالك يا حبيبي الحرب العلامية تقص فيه ناس بقى ايه لو جيت قلت له فيه احتمال حرب العلامية تالت تقول يا شامي يعني انت بتقعد تهاجم في المؤامرات ونظريت المؤامرة وتيجي تقتنع بموضاع حرب العلامية تالت يا صديقي اسمع حرب العلامية تالت ازاي كده برضه انت فهم كده حرب العلامية تالت سببه ايه بولندا انت فهم روسيا والمانيا دخل احتل له بولندا انت فهم بس انت فهم ايه ابتدت كده حل وكان بولندا برضه مش عده في اي حلف وكانش في احلاف ساعتها تمام هي بتدت كده حرب العلامية تالت فممكن نكون اكرراني سبع حرب العلامية تالت متعرفش بقى وكلنا هنروح في الفستك انت فهم لأ والعرب بقى عرب والمسلمين ده المتخلفين ولا بمتناك يعني تليم يقول لك اللهم اهلك الظالمين ام الظالمين واخرجنا منها سالمين يا حب هتخرج سالم ازاي يا ابن الوسخ يعني لو قامت حرب علامية تالت انت هتخرج سالم ازاي يعني كله هتدمر يا ابن الوسخ انت فهم يعني اصلا ضرب الاسلحة النوية حتى لو تم في اوروبا انت الاشعاعات كلها هتجي لك وكل الاكلة يتضمر وبقى ملوس وكلنا هنصرطن وموت وهيحجب ضوء الشمس لمدة سبعة وشهر فالنباتات كلها هتموت انت فهم وهموت كلنا من الجوع يا ابن الوسخ مشان ليه حاجة نقولها وهموت من الاشعاعات وهموت من الامطار الزرية اللي تحمل بقايا التفجيرات النووية وهموت من النباتات الملوسة والحيوانات الملوسة هموت كلنا اخرجك سالمين ازاي بس يا جلا جلا هتطلع ارنب من كمه هتدعي حتى اع اللي انت بتدعي قول الله مالك روسيا وامريكا نقولش يا الله مالك الظلمين بالظلمين اخرجنا منهم سالمين اخرجنا منهم سالمين ازاي فكل عندك فهي ممكن تقوم بقى حرب علامية تالت رسالة وقص لو تزمت روسيا في احتمال كبير يعني احتمال موجود ان روسيا يستخدم سراحنا وان فترد عليها بقى امريكا بقى اي حاجة الله اعلم تمام ايه توصل مرحلة لحرب علامية تالت طيب الاحتمال التاني احنا قلنا تلت احتمالات مالهم شراب الاحتمال التاني انتصار روسيا بتحقيق اهدفها بضم ايه الاقاليم في الشرق والجنوب الاوكراني بعد وقت طويل وهو ده اللي وصلت له ايه ده تضم الاربع اقاليم دول ما هي مسيطرة عليهم في المساحب التاني مسيطرة عليها ممكن تنسحب منها تمام الاربع اقاليم دي مسيطرة عليهم وبوتين قال لك احنا هنعمل استفتاء وبتاع استفتاء على يعني على انضمام هدي الاقاليم للاتحاد الروسي تبقى جزء من روسيا وطبعا من كوميديا اللي استفتاء بيقولك من استفتاء دول اللي جاء مرائبين من سوريا حاجة من خيقصهم من مسقرة انت فاهم مرائبين من سوريا وبيلا روسيا انت فاهم يعني سوريا حاجة يجيب منها مرائبين يعني الدولة ملاش اهم صدقاء في العالم قرص تمام فالمهم يعني هو هيعمل استفتاء كده سوريا هو العالم كله مش محترف بأزل الاستفتاء بس بنا انا هنغزل الاستفتاء الاربع اقاليم دول هنضموا الاتحاد الروسي ساعتها بقى ساعتها لو جات القوات الاوكرانية عشان تحرر الاقلين دي وتعجمها اعتبر دوت هجوم على الاراضي الروسية وبناء على عقيدة النووية الروسية والدستور الروسي ان الدولة الروسية من حقها تستقيم السلاح النووي عند تعرض سيادتها على الاراضي للتهديد لان كما نعلم مفيش دولة نووية حد بيحتل انتصار روسيا وتحقيق اهدافها تضم الاقلين ديت اللي هي في الشرق وفي الجنوب بعد وقت طويل يعني وضمها وخلاص خلصت العملية كده ووضعت ايه اوكرانيا امام امر واقع لن تستطيع الا ان تقبله تمام النقطة التالتة الاحتمال التالت احنا قلنا ايه احتمالات ما لهمش اربعة التواصل الاتفاق بين في الدستور امر اتنين الحكم الذاتي للوغانسك ودونستك تمام ان لوغانسك ودونستك يفضلوا تحت ايه تحت السيادة الاوكرانية بس يليهم حكم ذاتي تبقى لهم حكم ذاتي زي اوستيا وخزيا كده بس من غير منفصل اللي هم بتوع جورجي تمام يبقى لهم حكم ذاتي انتخابات محلية مجلس محلي برلمان محلي كده تبقى اوكرانيا تتحول لفيدرالية تزال الفيدرالية الروساكن وبقاء القرم بتاحت السيادة الروسية تقر ان القرم بتاع روسيا بدون الدخول بقى انا مش مع روسيا ضد اوكرانيا بس يعني هي قرم بتاع روسيا ايه هو بوريزيلت انت فاهم فان الكلام ده مانفعش هي قرم بتاع روسيا وبعدين ما كان استراتيجي روسيا مش هتسرب على مدان لان كما نعلم هي مشكلة روسيا الدائمة هي البحث عن المياه الدفائلة لان كل موانيه مجمدة اللي هي في الشمال كلها دي مساحة روسيا الضخمة دي كل موانيه مجمدة مفيش غير فلادي فستوك اللي هو عند اليابان اللي هو في اقصى الشرق الروسي وماريوبول اللي هو على ماريوبول وسوشي وكده اللي هو على البحر الاسوط فيعني بالنسبة لها حاجة مهمة ان هي يعني شب الججرة دي السيطرة على البحر الاسوط دي شب بتاعت القرم دي فدي شيء مهم بالنسبة لها فانا اعتقنها لا اعتقنها ستترك وبرضو اوكرانيا ممكن توافق يعني ان هي تترك الروسي ايه المشكل هي مش تبعها ادم ده اللي يحل المشكل يبقى تؤثر الاتفاق الاتفاق ده يبقى ليه تلت نقاط رئيسية اوكرانيا لا تنضم للناتو وتؤكد على البالك في الدستور بتاعها النقطة التانية الحكم الذاتي لوغانسك وتحت السيادة الروسية ولكن تحت حكم ذاتي اقليمي للاقليمين تمام الجمهوريتين وبقاء القرم تحت السيادة الروسية والأوكرانيا تقرب ذلك ده توقع التالت هو التلت توقع ده لنخرج برها تمام اللي هو هزيمة روسيا وساعتها قد تستخدم السلاح النوع ضد أوكرانيا وساعتها ممكن تحصل حرب على ما تالت الاحتمال التاني انتصار روسيا وتحقيق هدافها بضم الأقاليم التي تريد ضمها في الشرق والجنوب تمام ووضع أوكرانيا والغرب أمر واقع الاحتمال التالت يتوصل للاتفاق ياخذ بقى لتنضم أوكرانيا للناتو الحكم الزات الوغانسك ودونباس ودونستك في قليمة دونباس وبقاء القرم تحت السيادة الروسية وقد يتضمن الاحتمال التالت ان روسيا تدفع تعاوضات اعادة عمار لأوكرانيا حتى لو تعاوضات رمزية لو توصلوا للاتفاق والواحد ما للتالت هيتم امتى الاتفاق ده هيتم عندما يعجز كل من الطرفين في تحقيق اهدافه لما كل طرف من الطرفين يعجز عن تحقيق اهدافه وقر ان هو عاجز عن تحقيق اهدافه ساعتها هيتم بقى اتفاق انت فاهم بين الطرفين هيوصلوا الاتفاق فالغاية دلوقتي روسيا قلصت اهدافها من اسقاط النظام الاوكراني نفسه للحصول على التلات اقلين ما قلناهم دنباس خرسون وزابروتش تمام على الاقل للدنباس اللي هو في جمهوريتين اللي هم الاصل النزاع اللي هو انسك ودونستك تمام فا يعني اعتقد ان الطرف الذي سيطلب الاتفاق او سيبدأ في طلب الاتفاق وسيتنازل عن بعض الاشياء هو الطرف الاوكراني ده اعتقادي انتفهم فاقلنا الاتفاق يحدث عندما يعجز كلا الطرفين في تحقيق الهدف تمام وبرضو يعني يعني خلينا متصورين في المغنى ان ما قالوا بوتين صح ان امريكا بتسعد طول عمراء للتفقيق روسيا بعد سقوط التعادة السوفيتي انتفاق حاول اتمر في القوخاز لكن لم تنجح قليم الشيشان تمام جمهورية الشيشان وجمهورية داغستان باشكيريا وكده الاقاليم الجمهوريات الاسلامية في القوخاز دي كانت عايزة تنفاصل تمام فامريكا يعني بتحاول يعني من الاخر بتحاول وهي فرصة بالنسبة لها هذا الموقف لان روسيا عايزة عايزة تدخل روسيا في حرب استنزاف طويلة تستنزف الاقتصاد وجيش الروسي ازا ما احنا قلنا حتى تتفكك روسيا يعني اتمنى ان انا نكون عرضت الموضوع بصورة شاملة وكاملة ووافية واتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو وغذرا الاطالة لان احيانا في فيديوهات بتحتاج انها طويلة واذاكركم مرة اخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجابك ومشاركة الفيديوهات الموقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى